نروح كمان لي حساب اليوم السابع وبيتكلموا على الاهل يستعيد جهود حمد فتحي امام سموحة بعد انتهاء الايقاف زي ما قالت لكم كان حمد فتحي خد كارتة احمر في المباراة قبل الماضية مباراة البنك الاهلي وبالتأكيد دلوقتي هيكون بقى جاهز لمباراة سموحة وغاب عن مباراة المحلة لكن طبعا الاهل اللاعب بياسر ابراهيم ما كان حمد فتحي وكلنا شفنا ان ايا كانت الطريقة او ايا كان تاكتك اللاعب البتسو موسيماني بيقدر يوظف اللاعبة في اكتر مكان والاهلي مباراة بصراحة عمل شوت اول على اعلى مستوى وقدر يعمل رومونتادة في الشوت التاني بعد اتعادل اتنين اتنين في اللحظة الاخيرة يعود بانتصار وثلاث نقاط من معقل غزل المحلة وملعب غزل المحلة نروح لحساب كورا بلس وحساب كورا بلس على تويتر نشروا ان الاهلي يستعيد ده صلاح محسن امام سموحة صلاح محسن لاعب النادي الاهلي اصبح جاهزا للمشاركة في المباراة بعد تأكد شفاءه من الاصابة احد ابرز اللاعبة اللي افتقدناه من الفترة الاخيرة بسبب الاصابة مع محمود متولي ادي اول العائدين من الاصابة ان شاء الله هيكون موجود الفترة اللي جاية نتمنى ان شاء الله بعد مباراة سموحة نطمئن ونشوف محمود متولي ومحمد محمود سنادي الحمد لله عندنا سكواد على اعلى مستوى ولاعبين في أكتر من مركز تقدر تقول أن الأهلي الحمد لله كامل العدد وإن شاء الله بإذن الله نكمل على كده والإصابات تبتعد شوية عن صفوف الفريق عشان المشوار المحلي والمشوار الإفريقي طيب أروح لآخر حاجة معايا في ترند الأهلي النهار ده غريبة أولا ما فيش حاجة عن كهرباء بس المرة دي بقى طاهر محمد طاهر ما هو يوم كهرباء ويوم طاهر اليوم السابع بيتكلم على أن بيتسو مسماني يرحب برحيل طاهر محمد طاهر عن الأهلي في الانتقالات الشتوية القادمة الخبر بيتكلم على أن طاهر محمد طاهر خرج من حسابات الجهاز الفني وأن بيتسو مسماني شايف أن طاهر ما بينفس التعليمات الفنية خلال الفترة الأخيرة لذلك هو رحب بفكرة أعارته لأحد الأندية في الفترة القادمة وأنا بأكد لكم بيتسو مسماني حتى هذه اللحظة لم ولن يطلب من لجنة التخطيط أو من الكابت المحمود الخطيب سواء أي صفقة أو بيع أو أعارة أي لعب حتى هذه اللحظات لم يحدث أي اجتماع بأي أمر متعلق بقطاع الكرة في الفترة الحالية الفريق مرتبط مباريات عديدة في الدور العام وعنده ارتباطات مهمة في الفترة الحالية فبالتالي التركيز كله على فترة الدور العام مرحلة الانتقالات الشتوية لسه في شهر يناير تبدأ تتكلم عليها بعد معسقر الأهل في الإمارات في شهر 12 إن الأهل وقتها يستحب عدد كبير جدا من لعاب قطاع الناشئين ووقتها بيتسو مسماني هيشوف ممكن يصعد مين وممكن يعتمد على مين وممكن يحتاج مين ومين يطلع إعارة عشان ياخد فرصة المشاركة في المسم عشان بعد كده ممكن يعود للفريق زي ما رجع أكرم توفيق المسم الماضي ورجع عمار حمدي وإحمد عبدالقادر المسم الحالي لكن هذا الخبر عاري تماما من الصحة وبيتسو مسماني لم يطلب إعارة أو شراء أي لعب خلال هذه الفترة أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجى مع بعض عندنا بعض الأخبار المحلية والعالمية وبالتأكيد كلام مهم جدا في برنامج التريند